القرار المفاجئ بهدم المحلات التجارية دون مبررات من طرف رئيس دائرة عين البيضاء بأم البواقي أدخل الشباب المستفيد منها في دوامة كي جينا هضرنا مع رئيس دائرة قالنا بالليف والا عندكم قرار بالهدم قلنا له أعطينا الإشعار وعطينا التوقيف ما أعطينا حتى ورقة بيان ما عنده حتى بيان جاب السلطات جاب الأمن وجاب البوكرة وجاب بشيري بنا إذا كان ما شافت دائرة ما يعطينا بسلطات البلدية يقولوننا وما قالوا الناشحنا بنينا كيف على تمدل احتر يبلي أموال خاصة صرفها هؤلاء الشباب من أجل تهيئة المحلات غير أن القرار بدد كل أحلامهم ليطالبوا اليوم الجهات الوصية وعلى رأسهم المسؤول على الجهاز التنفيذي لإنصافهم بنينا محلات نتعنا خسرنا صواردنا لي قدامنا وليورانا ذركا العبد يعلم بها ربي حق العشاء ما عندوش واليوم في الدومي الساز يجي رئيس الدائرة يقول كنتو مراني ينهدم لكم السلطات المعنين بينها ربي إذا شتول وجه ربي يطلبوا من السلطات يعاونونا 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 بينها ربي السلطات المعنية بأمر يعاونونا على وجه ربي الشروق الإخبارية حاولت أخذ رأي المسؤولين في القضية غير أن الأبواب صدت في وجهنا فما بالك بمطالبة شباب المنطقة بمطالبهم في وقت يحدثك وزير الداخلية نور الدين بدوي عن تقرب الإدارة من المواطن